من جمهور النادي الاهلي مبارح كانت من دايقة من امام عشور وزع لانا وكانت شافة ان امام ما لعبش مباراة كبيرة وكان ممكن يبقى افضل من كده وممكن يفيد الفريق اكتر وكان يبقى مركز اكتر بص انا رأيي ان امام عشور لحد هذه اللحظة اللي بكلمك فيه ادى رأيي رأيي انا الشخصي افضل اللاعب بيلعب وسط ملعب مركز 8 في مصر لحد هذه اللحظة امكانياته مش طبيعية كبيرة امام بس نقصه يفهم الاهلي ده في رأي يفهم الاهلي يعني يفهم الاهلي او مش مش يفهم الاهلي كمان يفهم جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي وركز معايا اوف دي بقى تاريخيا يحب لعبته اوش يقدرهم جدا يرفعهم لسابع سماء يديهم المكانة المناسبة ليهم بشرط واحد بسيط سهل انك تلعب بروح تلعب بقلب تلعب بالتزام تركز مع فريقك من غير اي حاجات لا علاقة بالشوق مركز فقط في ارض الملعب هنا انت فوق رأس جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي بيرفع لعبته لسابع سماء نفس اللاعب اللي بترفع لسابع سماء ممكن ينزل على الارض في ثانية عند جمهور الاهلي ولا يفرق معاهم يفرق معاهم ايه؟ بس ان دي الاهلي اسم الاهلي فمهما كنت اسم رائع ومميز هتحتاج دائما وابدا انك تكون ملتزم جدا في الملعب وطبعا برا المعب ملتزم جدا ومركز وبتدي مستواج دايما بنسبة 100% 100% هتقول انت كده بتنتقد او تهاجم امام انا رأيي رأيي الشخصي ان المباراة الامس دي هي مباراة سنائل يا امام عشور وهيرجع يكسر الدنيا مع الاهلي بس ما فيش مانع ان احنا ننقل لامام الفكر وما زال امام واحد من اهم العيب الوسط في مصر في مركزه تحديدا مركز 8 بقى رأيي الجميع يعني عشان حتى لو لو الناس متضايق من رأيي فهو افضل لقى برقم 8 ولو انت معترض قول مين احسن منه في مركز رقم 8 في مصر في الوقت الحالي